طيب خلينا نتكلم شيئا عن الكتاب وتفاصيله الغلاف كتبتيه في قد ايه مثلا كتبته في سنتين كتبت سنتين او اوكي انت سنك صغير عمتلا على كل الكلام اللي تريد عشان بس نكون متفقين يعني يمكن في ناس كتير في سنك ما عندهمش القدر ده من الوعي الكافي هل ده خارج من تجارب مثلا انا مرت بيها ولا ده ثقافتك ووعيك هو اللي وصلك للمرحلة دي يعني الاتنين الاتنين اوكي طيب كتبتي الكتاب في سنتين نتكلم شوية عن الغلاف الغلاف كان شكله ايه واخترتيه ازاي وتصورك لي كان عامل ازاي والتصور اللي وصلك كان هو شبه اللي انت كنت متخيلة ولا كنت محتاجة فورسة تانية العمل الغلاف طبعا كريم ادم كريم ادم متقلق جدا ورهيب لما بيجي يعمل اغلفها هو بيبقى عارف القنص بتاع الرواية وبيبقى مؤمن بي جدا لدرجة ان احنا ممكن نخد حروب ان هو طب ليه مش كده فهو بيبقى شايف الغلاف بشكل لان هو عارف القصة كلها بيبقى وانتي بتحكيله هو بيبقى شايفه قدامه فمهما اختلفنا قد سان بوينت دايما بصراحة في الاخر بتطلع وجهة نظره صحة اه جميل جميل بتفكري في ايه يا ساندرا يعني ايه الحاجات او ايه الموضيع اللي بتشغل بالك اتكلمتي عن ماذا لو وقلنا فيه سايكولوجية احتمالية مختلفة للكيان الانساني بشكل عام او للبني ادمين كلنا بني ادمين لحم ودم وكلنا عندنا كل الاحساس اللي اتكلمتي عنها في الكتاب ايه شكل الكتب او ايه شكل المواضيع او ايه شكل الروايات بتشغل بالك بتشغل بالك اكتر الحاجات النفسية بتشغل بالك اكتر ايه الحاجات الاجتماعية بتشغل بالك اكتر ايه أنا بحب قوي نفسية البني آدم. النفسية. آه يعني ممكن عشان درسة تعلم نفس بس عمات نفسية البني آدم بالنسبة لي مبهرة. لأن البني آدم ممكن بكلمة واحدة حياته كلها تتغير نفسيته كلها تتغير. بموقف واحد يتحول من أبيض لأسود أو من أسود لأبيض. فالتغير وكمية التناقض اللي بتبقى في نفسية الإنسان دايما بتجذبني. ببقى عايزة أتعمق فيها أكتر. لأن أنا مش مؤمنة بفكرة البيور إيفل مفيش حد شرير شر مطلق. ومفيش حد كويس بس. لا طبعا مفيش. في ده وفي ده. وعلى حسب انت بتغذي إيه بقى. هتغذي طيب ولا هتغذي شرير. بالضبط كده. أسوأ إنسان في الدنيا هتلاقي عنده نقطة بيضة. لو ركزتي عليها ممكن يبقى أحسن إنسان في الدنيا. فبحس إن هي عاملة زي البازل. أنا شايفة أن أنت شطرة أو كلام في الحتة النفسية. وده أنت لما درستيه فاديك أكتر ولا خبرتك الحياتية؟ ولو أنك لسه صغيرة لسه قدامك خبرات كتير قوي. يعني جمدي قلبك كده عشان لسه اللي جاي كتير. بس أقصد يعني أقولك علم النفس اللي درستيه وقرتيه في الكتب شبه اللي عشتيه؟ والحسن اللي عشتيه هو اللي علمك وهو اللي طلع الشخصية اللي كتبت ماذا لو؟ لا مش دايمة لأنه برضو الكتب كلها اللي بتبقى مكتوبة بتبقى مكتوبة من وجهة نظر بني آدم واحد. حتى الروايات. الروايات لما بتجي تتحكي هو بني آدم واحد من وجهة نظره هو اللي بيحكيها. فأنت بتبقي عارفة وجهة نظر البني آدم ده بس. ممكن يبقى فيه دراسات وممكن يبقى فيه مناهج عكس بعض. بس عشان توصلي لخبرة مطلقة من كتب دي بتكون محتاجة وقت كبير. لأن انتي محتاجة تقري من دماغ مليون حد عشان تبقي بتحاولي تلمي المنحك كله. اي اي. لكن لا اي بليف ان خبرات الحياة هي اكتر حاجة بتعلمك. والناس الكبار. ناس الكبار دول جمال قوي. اه. لما تتجي تتعلمي وتسمعي وتفهمي. وعندهم ان الخبرة يعني ما يكفي ان خليه ده ما نقعش في غلطات. بس لازم نغلط عشان نتعلم بارده. ده كده كده. بس هما الحلو ان هو يديكي كده الدواء عايزة تغديه خديمش عايزة تغديه ما تغديهوش. بالزبط. اهو موجود. موجود. لما تحتاجي تجعينه. ايوة.